اعتباراً من الثامن وعشرين من يونيو الجاري ستلغي إيطاليا إلزامية وضع الكمامات في الهواء طلق حسب ما أعلن وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرينزا وسيسري هذا القرار في المناطق المصنف بيضاء أي حيث يتفشى الفيروس بوتيرة بطيئة وحالياً كل إيطاليا هي كذلك باستثنى وادي أوستا المنطقة الصغيرة الواقعة شمال البلاد وجاء إعلان الوزير بعد أن وافقت على هذا الاقتراح اللجنة الفنية العلمية التي تقدم المشورة للحكومة بشأن سبل مكافحة الجائحة وكانت اللجنة قد خلصت إلى أن وضع الكمامات في الهواء الطلق لم يعد ضرورياً في المناطق البيضاء ولكنها شددت في الوقت نفسه على وجوب أن تكون الكمامة دوماً في متناول اليد في حال وجد المرء نفسه فجأة وسط تجمع وتعتبر إيطاليا أول دولة في أوروبا تفشى فيها وباء كورونا في فبراير 2020 وسجلت لغاية اليوم أكثر من 127 ألف وفات بالفيروس من أصل 425 مليون إصابة